فالردود الذكية هي إحدى وسائل التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يتواصل مع الآخرين بشكل جيد كثير من الناس مشكلته وضعفه في الاتصال وهيبته من مجالس الرجال ومن أنه يتواصل مع الآخرين تكمن من خلال أنه لا يستطيع أن يتحاور معهم وأن يجاريهم فيما يقولون وبالتالي امتلاك الإنسان لمثل هذه الأدوات تمكنه من أن يكون متواصلا جيدا مع الآخرين ولا شك هناك متطفلون هناك من يتجاوز حده إما في السخرية وإما في الأسئلة وإما في الدخول في تفاصيل معينة والرجل لا يريد أن يتكلم من لم يمتلك القدرة على أن يرد بطريقة ذكية فإنه سيحدث إما أن يحرج ويتألم وإما أن يتكلم وهو لا يريد وإما أن يفتح المجال يفتح المجال أو يخطأ على من أمامه طول الإنسان يتعلم ردود ذكية يعني بلا شك يحص النفسه أكثر اثنين ممكن يستفيدون من أن يتعلم ردود ذكية هو الضعيف جدا والعصبي جدا فأما الضعيف فيحمي بها نفسه وأما العصبي فيحمي بها غيره فما يجي ما يضرب أحد ما يتجاوز ينفس من خلال الرد الذكي عن مشاعر الغضب التي يشعر بها وليس بيده وليس بالشتو وما إلى ذلك فهذا هو المقصد في الظنة لكن كل واحد من الناس يحتاجها كل إنسان لديه نقطة الضعف هذه نقطة الضعف قد تكون مجال لسخرية الآخرين أو استثمارها لضده يعني مثلا العيد قبل الأيام مثلا يجيك واحد في المجلس يقول ما تنشاف ومن زمان ما شفناك وأنت ما فيك خير ما الذي يمكن أن ترد؟ هذه أشياء دارجة لكن تستطيع من خلال تعلم أساليد الردود الذكية أنك ترد على مثل هذه الأشياء مثلا وبالتالي كل إنسان يحتاجها في علم النفس أجروا دراسة تحليلية على سلوك الدجاج فاكتشفوا أن الدجاج مجموعة من المستويات فالدجاجة ألف وهي دجاجة تنقر ولا تنقر والدجاجة باء نوع من المستوى الثاني الدجاجة باء هي التي تنقرها ألف وهي تنقر جيم ألف تنقرها وهي تنقر جيم جيم تنقرها ألف وباء وهي تنقر دال والدجاجة دال هي الدجاجة التي لا تنقر وتنقر هذه الضعيفة هذه الضعيفة في المجالس عادة هناك ألف وهناك دال صحيح واحد أقشر ولا واحد أسلوب قوي ومتسلط مع جمهورها الكلمة اللي يقول الناس صدحك وفيه دال الذي ينقر والذي يستهزأ به إما لشكله أو لجسمه أو لحجمه أو لأي كان فهذا دال يحتاج لهذه الحلقة بالدرجة الأولى فبإذن الله من خلال التطبيق مثل هذه الأساليب بإذن الله أنه يستطيع أن يحمي نفسه على الأقل يعني أستطيع أن أقول أن أهمية تعلم الردود الذكية تكمن الأهمية في التخلص من المواقف التخلص من المواقف بالدرجة الأولى الأمر الآخر هذا إذا كنت أنت دال إذا كنت ألث فاتق الله اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس يوم القيامة من اتقاه الناس لشره بعض الناس يأخذها على أنها وجاها وأنها حاجة حلوة واستعراض أبدا والله أنها من الصلاة ومن البذاء أن الإنسان يتحاشاك لسوء لسانك وأسلوبك أحيانا يعني تعقيد بس أنه ما يكون لسانه بذيئا لكنه سليطا سليطا ليس بالضرورة أن يكون فاحشا مثلا لكنه تعليقاته دائما ساخرة جدا ولاذعة ولاذعة يعني تأتي مثل ما يقولون في الثمانيات نعم الآن عندنا ردود ذكية سألني قبو شوي أخوي الفاضل في ردود ذكية وفي حاجة اسمها ردود مقنعة في ردود ذكية وفي ردود مقنعة وفي أساليب أو ردود مسكتة يعني في ذكية تخلصك الموقف في مسكتة يعني فيها نوع من التهجم أو وضع حد للطرف المقابل سنتكلم عن كيف تكون أساليبك ذكية وكيف تكون أيضا لديك أساليب شريسة لأنك قد تضطر إليها حيانا الردود الذكية هي الردود التي هي الردود التعريف هنا في ظني هي الردود التي تمنعك من الحرج ولا تجرح بها الآخرين ولا تضيع بها حقا ولا تميع بها باطل يعني بعض الناس يكون في ردود في تميع للمسألة أو تضيع للحق مثلا تلك المرأة أو القصة المشهورة لما جاء من يشتري منها وكانت تبيع زيتا وكانت تقول يسألونا يقولوش فيه هذا الزيت فتقول ما فيه إلا العافية تقول هذا زيت أصلي ما فيه إلا العافية وهي تقصد أنه زيت عافية لأنه ليس نباتي وليس زيت الأصيل هذا ليس ذكاء هذا كذب وخبث وفرق بين الذكاء والخبث وبالتالي ليس ما سنطرعه من هذا القبيل ولكن من قبيل كيف تتكلم برد جيد لحيث يحملوا حقا وأيضا يدفعوا باطل بالمثال ربما يتضح المقال أكثر يعني ندخل في بعض الأمثلة أو القصص في الردود الذكية وشاركنا فيها عدد من المغردين على تويتر وكذلك في المنتدى هذه ريم تورد قصة تقول تزوج أعمى امرأة فقالت لو رأيت بياضي وحسني لعجبت فقال لو كنت كما تقولين ما تركك المبصرون لي وأعتقد أن هذا هنا نقدر نقول ليس ردا ذكيا وإنما أسلوبا شرسا هي لم تتجاوز ولكنه تجاوز عليه صحيح 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 بين زوج وزوجة زوج وزوجة نعم هناك رد الذكية أذكى من هذا الشيء لا تجرح الطرف المقابل هناك مثلا عندما سئل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أيهما أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله هذا هو الرد الذكي هذا هو الرد الذكي أما أني أبدأ باستنقاص الطرف المقابل هنا ندخل في الأساليب الشرسة راح نتكلم عنها بإذن الله جميل شركات كثيرة عبدالله أنا أريد لكن يعني أنت الآن ضربت مثلا للرد الذكي نعم دعنا ندخل الآن في محور الردود الذكية ونفصل في كيفية تعلمها وسائلها ممتاز نحن عندنا كل رد ذكي خلفه سؤال كيف تستقبل السؤال وكيف ترد عليه نحن عندنا أربعة طرق للرد على الأسئلة لما يأتيك سؤال لا تريد الإجابة عليه سؤال لا تود أن تجيب عليه مثل كم راتبك مثلا كم راتبك مثلا كم وزنك مثلا أسئلة من هذا القبيل مثلا نحن عندنا أربعة طرق إما أن تجيب بإجمال سأطرح أمثلة وإما أن تجيب بتفصيل هذا السلوب الثاني وإما أن تجيب بدعابة هذا السلوب الثالث وإما أن تجيب بسؤال تجيب السؤال بسؤال أما أن تجيب بإجمال سهي كالتالي لما يسألك واحد يقول لك مثلا كم راتبك أنت لا تريد أن تثبره لما تريد أن تستخدم استراتيجية الإجمال تقول له أهم شيء البركة كم راتبك أهم شيء البركة الآن أنت لم تحرج وفي نفس الوقت لم تعطيه إجابة لا تريد أن تعطيه ولم تسيئ له نعم ولم تسيئ له وبالتالي إذا قال لك مثلا كم راتبك أنت تستخدم استراتيجية الإجمال الإجمال معناها أن تتكلم بعبارة تحمل معاني كثيرة مجملة كم راتبك والله يطرح فيه البركة ممكن تجيب بجواب آخر راتبي يعني مثل راتبها للمعلنين إذا كنت معلما مثلا يعني نفس الرواتب أنك عارف المستويات متقاربة لو أردت أن تجيب بتفصيل عن كم راتبك تقول للشيف تدخل في التفاصيل الإنسان عندما تدخل في التفاصيل ينشغل بالتفاصيل وينسى السؤال الأول هذا عادة عادة يحدث ذلك فتقول لله والله يشوف الرواتب من المستوى الأول رواتبهم كذا وكذا المستوى الثاني رواتبهم كذا المستوى الثالث كذا والمستوى الرابع كذا حتى المستوى الرابع فيه كذا وكذا وكذا ما الذي سيحدث لن يكون مستمعا سيداخلك فعلا أنا مرة كذا وبالتالي تدخلون في تفاصيل ويضيع السؤال لكن هناك من الناس من يعود في أي مرتبة في أي مرتبة يقولك وهذا ينطبق عليه قول الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبة ممكن في تلك اللحظة أن تستخدم معه الأسلوب الحدي الذي تقول له طف عند مكانك لا أسمح لك بذلك إذن عندنا إما أن تقول أن تجيب صراحة كذا مشكلة أنه أحيانا ما يستطيع أن يقول له يعني ممكن أن نلجأ للطريق الرابع اللي هي الإجابة بسؤال أي الإجابة بسؤال الآن عندنا إجمال وعندنا تفصيل مثلا واحد ما يبغى يقول اسم أمه وقال الله له شي اسم أمك إذا بيجيب بإجمال يقول الله اسم أمي مثل اسم حريم الأهل نجد هذا اسم إجمال أو إجابة إجمالية الإجابة التفصيلية فأنت عارف الأسامية تلقاها اسم عايشة ولا نورة ولا حصة ويبدأ يعطيه مجموعة من التفاصيل ويجيب لأسما غريبة عشان يتفاعله ويدخل في التفاصيل ولا يعود إلى السؤال مرة أخرى إذن عندنا إجمال وعندنا تفصيل عندنا الإجابة بسؤال رد السؤال بسؤال كم رأت بك كم تتوى أنا أعجبني أرد أحد الرجال الأعمال في أحد القنوات سألها المذيع كم ثروتك فأرد عليه بسؤال قال تريد الإجابة وقت طرحك للسؤال ولا الآن لأنها اختلفت يصدل أنها ترتفع وتنزل مع الأسهم وبالتالي هو رد السؤال بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك الرجل يا رسول الله متى الساعة رد على السؤال بسؤال ماذا أعددت له؟ هذه طريقة رد السؤال بالسؤال هناك الطريقة الأخيرة وهي الأصعب قليلا والأجمل وهي الرد على السؤال بدعابة مثلا يجيك واحد يقول لك كم وزنك؟ تقول له بالكرشة ولا بدون الكرشة؟ هذا الرد بدعابة بدعابة تذيب حدة السؤال سأل ذلك القاضي الرجل وقال له أين تسكن؟ فأراد أن يجيب بدعابة يميع فيها الجواب فقال أسكن مع أخي قال وأين يسكن أخوك؟ قال يسكن معي قال وأين تسكنان؟ قال نسكن معا قال قم لا بارك الله فيك ما أعطى الشيء هنا استخدم في هذه الحالة الدعابة إذا أنا عندي مجموعة من الأساليب التي من خلالها استطيع ألا أجيب على سؤال لا أريد الإجابة عليه هذه نقدر نسميها الأسلوب الدبلوماسي أو الأساليب الذكية في الرد على الآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر